اشتركوا في القناة الجزء اللي احنا اتكلم فيه النهاردة الجهات القضائية في مصر النهاردة هنتكلم عن انواع المحاكم جميعا اللي موجودة داخل مصر سواء كانت قضاء اداري سواء محكمة دسترية عليا سواء القضاء العادي مثلا هندي مثال في الاول كده عن انواع المحاكم العادية زي المحكمة الجزئية زي المحكمة الابتدائية الجنايات النقد الاستئناف دي محاكم كلها خاصة بالقضاء العادي او القضاء المدن العادي هناخد طبعا في كل محكمة هنعرف هي المحكمة ديت موجودة فيه بالزبط وبتختص بايه بالزبط وبتشكل من كام قاضي يعني لو افترضنا بتتكلم عن المحكمة الجزئية فالمحكمة الجزئية معروفة ان هي موجودة في كل مركز من مراكز المحافظة تقريبا يعني لو احنا مثلا بصينا على محافظة الجيزة افترضنا ان فيها عشرين مركز يبقى انا عندي عشرين محكمة جزئية لو مثلا في المحافظة الكغيرة في 30 مركز يبقى عندي مثلا 30 محكمة جزئية على فكرة دي محكمة صغيرة بتختص بالجرائم الصغيرة جدا أو التفى زي جريمة المخالفات وبعض الجنح بس الجنح البسيطة برضو بدون بعرفين أن المحكمة زي محكمة الجزئية مثلا بتشكل أو بتصدر أحكامها من قاضي واحد منفرد بس هو اللي قاعدة على المنصة واللي بيصدر الأحكام نظرا لصغر حجم الجريمة يعني هي جريمة مش كبيرة زي جريمة المخالفات قلت مثلا العقاب بتاعها بيكون غرامة برضو هنتكلم على محكمة مثلا اللي هي المحكمة الابتدائية المحكمة الابتدائية مثلا موجودة في كل محافظة كل محافظة تلاقي محكمة واحدة فقط لا غير محكمة ابتدائية بعدها طبعا محافظة القاهرة هي فيها من نظر الكبر المحافظة زائد أن عدد سكان فيها كبير ففيها محكمتين محكمة شمال ومحكمة جنوب برضو هنعرف أن التشكيل بتاع المحكمة دي بتشكل من ثلاثة قضاء يعني بتصدر أحكامها من ثلاثة قضاء تختص برضو بالجرائم اللي هي تعتبر جنح أو أي جريمة مخالفة أو جنحة لم تختص بها المحكمة الجزئية ده يعني مثال بس بسيط عن أنواع المحاكم اللي عندنا نعم احنا دلوقتي هنتكلم عنهم بالتفصيل الكامل كل جهات القضاء داخل مصر هنتكلم النهاردة عن الجهات القضائية في مصر اللي هو الثلاث جهات واحد المحكمة الدسترية العليا اتنين مجلس الدولة اللي هو القضاء الإداري ثلاثة المحاكم المدنية اللي هو وجهة القضاء العادي يبقى أنا هتكلم عن ثلاث جهات قضائية داخل مصر أول حاجة فيهم المحكمة الدسترية العليا ثاني حاجة مجلس الدولة ثالث حاجة المحاكم المدنية هنبدأ بداية كده بالمحكمة الدسترية العليا ايه المحكمة الدسترية العليا؟ او موجودة فين؟ او بتشكل او بتصدر احكامها من كام مستشار او كام قاضي بالزبط هنيعرف دلوقتي بكل تفاصيل وبتختص بايه كمان؟ اولا بالنسبة لي المحكمة المحكمة الدسترية العليا هي هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ومقرها مدينة القاهرة على فكرة محكمة الدسترية العليا هي محكمة واحدة فقط لا غير المقر بتاعها في القاهرة وهي هيئة قضائية مستقلة بذاتها ملاحش علاقة بأي محاكم أخرى اتنين تؤلف من رئيس وعدد كافي من الأعضاء وتصدر أحكامها من سبع أعضاء طبعا أي محكمة عموما في جيت القضاء اللي احنا نتكلم عنه القضاء داخل مصر كلها طبعا لازم يكون كل محكمة لها رئيس زي مثلا المدرسة لها مدير نفس النظام المحكمة لازم يكون لها ايه رئيس وطبعا مجموعة أعضاء مع الرئيس بس اللي بيقعد على المنصة وبيصدر الحكم في المحكمة الدسترية العليا بيكونوا سبع أعضاء يبقى كده بنقول تؤلف في الرئيس وعدد كافي من الأعضاء وتصدر أحكامها من سبع أعضاء طيب تلاتة يشترط في من يعين عضوا بالمحكمة أن تتوافر في الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء يعني ايه الموضوع ده أنا عشان أعين أي قاضي داخل المحكمة الدسترية العليا لازم تكون متوافر في الشروط الواجب توفرها في تعيين أي قاضي زي مثلا لازم أن يكون مصر الجنسية زي مثلا لازم أن يكون متمتع بالأهلية المدنية يعني طبعا غير مصاب بأي عارض من عارض الأهلية زي الجنون أو العتها أو السفاة أو الغفلة كذلك برضو ما يكونش ارتكب أي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة سواء كانت جريمة جنحة أو جريمة مخالفة أو جريمة جناية كذلك برضو ما ينفعش يتعين إلا إذا كان حاصل على لسانس حقوق يعني هو مرحبش ينفع نعين أي حد في مجال القضاء إلا إذا كان خريج كلية حقوق برضو لازم أن يكون معروف أنه هو السمعة بتاعته سمعة كويسة يعني حسب السمعة زائد محمود السيرة سيرته محمودة وسط الناس دي طبعا اللي هي الشروط العامة بتاع التعيين أي قاضي سوابها في المحكمة الدسترية أو أي محكمة أخرى يعني لازم طبعا يكون مصري جنسية جنسيته مصري لازم يكون متمتع بالأهلية المدنية لازم برضو يكون حاصل على لسانس حقوق ما يكونش ارتكب أي جريمة جناية أو جنحة يعني أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة واللازم قولنا يكون حاصل طبعا على لسانس حقوق وعنده الأهلية المدنية موجودة فيه دي شروط وطبعا برضو في عندي لازم أن يكون محمود السيرة وحسن الصمعة يعني السيرة بتاعته محمودة وسط الناس وصمعته كويسة وسط الناس دي الشروط العامة عموما عشان تتعين داخل القضاء سوابها في محاكم دسترية محاكم عادية محاكم قضاء إداري أي ما يكون فيه بعد كده اشترط في من يعين عضو من بالمحكمة الدسترية اللي يقل للسن بتاعه عن 45 سنة يبقى خلي بالك في المحكمة الدسترية العليا اشترطنا سن معين لأي قضاء يعين فيها عشان يعين داخل هذه المحكمة السن بتاعه ما يقلش عن 45 سنة عشان طبعا يكون اكتسب الخبرة الكافية لأنها محكمة كبيرة جدا ومحكمة مهمة جدا هنعرف كمان شوية اختصاصاتها ايه اصلا هتعرف مدى اهميتها رقم خمسة يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية طبعا رئيس المحكمة الدسترية بيتعين بناء على قرار بيصدر من رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية هو اللي بيعين رئيس المحكمة الدسترية العليا ولكن الاعضاء ببطء المحكمة يعين عضو المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد اغز رأي المجلس الاعلى للهيئات القضاية يبدو أني عندي الرئيس بتاع المحكمة الدسترية العليا بيعين عن طريق رئيس الجمهورية ولكن الاعضاء اللي موجودين داخل المحكمة الاعضاء دول بيعينه عن طريق برضو قرار من رئيس الجمهورية اللي هو المجلس الاعلى للقضاء والمجلس الاعلى للهيئات القضائية طيب في بعد كده اختصاصات المحكمة الدستورية العليا انا قلت لك ان المحكمة الدستورية العليا محكمة مستقلة بذاتها مقرها موجود في القاهرة المحكمة دي بتختص بحاجات معينة ليه اختصاصات معينة منفاصلة عن اي اختصاص للمحاكم الاخرى سواء محاكم عادية او محاكم ادارية اول اختصاص عندي الركابة القضائية على دستورية القوانين واللواحة دور محكمة الدستورية العليا أن هي تتأكد أن القوانين واللوايح غير مخالفة للدستور على فكرة فيه قوانين بتصدر اللي هو التشريع العادي اللي بتصدر من مجلس الشعب دور المحكمة الدستورية العليا تتأكد أن القوانين اللي بتصدر من مجلس الشعب غير مخالفة لأحكام الدستور كذلك عندي اللوايح فيه لوايح بتصدر من رئيس الجمهورية زي لوايح تنظيمية، لوايح تنفيذية، لوايح ضبط، لوايح تفوضية، لوايح ضرورة اللوائح دي بيتصدر من رئيس الجمهورية برضو دور المحكمة الدستورية العليا انها تتأكد ان هذه اللوائح اللي صدرت من رئيس الجمهورية غير مخالفة لاحكام الدستور يبقى اول حاجة الرقابة القضائية على دستورية الكوانين واللوائح تاني حاجة الفصل في تنازع الاختصاص بالتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائي النقطة دي بيتكلم ان انا عندي شخص رفع دعوة واحدة قدام محكمتين فالمحكمتين وارد المحكمتين مثلا ممكن يقولك احنا مختصين بنظر الدعوة طبعا ولا يجوز او اكيد فيه محكمة واحدة بس اللي تكون مختصة بنظر الدعوة او ممكن المحكمتين يقولك هما اللي يقولك احنا غير مختصين بنظر الدعوة فدور محكمة الدستورية العليا انها تتدخل وتعرف مين المحكمة المختصة بنظر الدعوة يعنيها اللي بتحدد الاختصاص بتاع المحاكم لو حصل خلافات أو الدعوة ترفعت قدام محكمتين هي دعوة واحدة بس وترفعت قدام محكمتين هي المحكمة الدستورية اللي تقدر تفصل في الموضوع وتعرف مين المحكمة فيهم واللي مختصة بنظر الدعوة طيب دي رقم اتنين رقم تلاتة الفصل في النزاع الذي يكون بشأن تنفيذ حكمين نهائين متناقضين صادرين من جهتين قضائتين مختلفتين حصل عندي الفصل في النزاع الذي يكون بشأن تنفيذ حكمين نهائين بس الحكمين ما لهم متناقضين يعني هنا هي بتصل في نزاع حصل صدر حكمين من محكمتين مثلا مختلفين والحكمين كانوا احكام نهائية يعني لا يجوز الطعن فيهم واجيب النفاس طيب الحكمين يعني القضية هي هي وكل المواضيع بتاعة القضية وكل الاسباب او كل حاجة خاصة بالقضية دي هي نفس الاسباب اللي هنا ولكن الحكمين اللي صدروا حكمين متناقضين يعني مثلا هنا قالك انت مدان وهلا قالك انت بريء دور المحكمة الدستورية بتفصل في الموضوع ولكن بشرط لازم يكون الحكمين طبعا متناقضين ولازم يكون الحكمين حكمين نهائيين يعني لسه يعني ما فهمش طعن لان لو وارد فيهم طعن وهنتعم فيهم وارد المحكمة بتاعة الطعن تصلح الخطأ وتخلي الحكمين زي بعض ولكن في الحالة دي اللي قدامنا لو كان فيه تناقض ما بين الحكمين رغم هو نفس الموضوع ونفس كل شيء فساعتها المحكمة الدستورية العليا هي اللي هتفصل في الموضوع وتعرفنا ايه الحكم الصح رقم 4 تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من الرئيس الجمهورية وفقا لاحكام الايه الدستور دورها هتفسر القوانين الصادرة من السلطة التشريعية نقول تلك ان مجلس شعبه وكمان ممكن يصدر بعض القوانين اللي هو بيسمى التشريع العادي وكذلك رئيس الجمهورية بيزر اللي هو التشريع الفرعي اللي هو اللوائح فدور المحكمة الدستورية العليا بتتأكد ان هذه القوانين او هذه اللوائح اللي صادرة من مجلس شعب او صادرة من رئيس الجمهورية ان هي غير مخالفة للدستور وان هي بتتطفق مع القواعد الموجودة او القوانين الموجودة داخل الدستور يبا دي الاختصاصات الاربعة الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا فيه بعد كده بقى مجلس الدولة اللي هو القضاء الإداري هنتكلم عن القضاء الإداري عن الأقصام اللي موجودة فيه القضاء الإداري أو مجلس الدولة يوجد ديه تلات أقصام القسم الأولاني اللي هو القسم القضائي القسم الثاني الفتوى القسم الثالث التشريع يبقى عندي تلات أقصام موجودين داخل مجلس الدولة ممكن يجيب لك مثلا في الامتحان أقصام مجلس الدولة أو يتكون مجلس الدولة من قسم نقط ونقط ونقط طيب أنا عارف أنه فيه قسم قضائي وقسم فتوى وقسم تشريه ولكن اللي احنا هنتكلم عنه اللي هو القسم القضائي القسم القضائي بتاعي بيتكون من خمس محاكم هنتكلم عنهم زي المحكمة الإدارية العليا ودي أعلى محكمة فيهم في القسم القضائي الخاص بالقضاء الإداري اتنين محكمة القضاء الإداري تلاتة المحاكم الإدارية أربعة المحاكم التأديبية خمسة هيئة مفاودي الدولة الخمس مهاكم دول احنا نتكلم عنهم طبعا بالتفصيل هنعرف كل محكمة موجودة فينه وبتشكل من كام قاضي وفي النهاية هنعرف القضاء الإداري أصلا بيختص بأني يعني ايه الجرائم اللي بيختص بيها أو ايه هي القضاء اللي بيختص بيها هي طبعا هنا بتبقى مش جرائم هي بتبقى أعمال إدارية أو خلافات الإدارية في بتبقى مختصة بيها أو جزاءات مثلا إدارية فبتختص إيه بيها أول حاجة هنتكلم عنها المحكمة الإدارية العليا المحكمة الإدارية العليا مقرها فين على فكرة هي المحكمة واحدة موجود المقر بتاعها في القاهرة يبقى أول حاجة المحكمة الإدارية العليا على فكرة التشكيل بتاعها مهم جدا ولازم أنتوا بعارف كل محكمة موجودة فين بالضبط وبتختص بيه بالضبط وبتصدر الأحكام من كام عضو موجود على المنصة يبقى المحكمة الإدارية العليا مقرها القاهرة يرقص المحكمة رئيس مجلس الدولة انا قلت لك في بداية الحلقة ان اي محكمة لازم ان يكون لها رئيس زي ما قلت لك كده مستشفى لازم ان يكون لها مدير مستشفى مدرسة لازم ان يكون لها مدير مدرسة كذلك برضو المحكمة لازم ان يكون لها رئيس مسؤول عن المحكمة ايه كلها طيب اول احنا بنقول يرقص المحكمة رئيس مجلس الدولة يبقى رئيس المحكمة الادارية العليا اللي هو رئيس مجلس ايه الدولة اتنين تصدر او تلاتة تصدر احكامها من دوائر من خمس مستشارين يبقى اللي قاعدين على المنصة عندي كم مستشار خمس مستشارين في المحكمة الادارية العليا طيب نفتكر كده من شوية المحكمة الدستورية العليا كان فيها كم مستشار قاعدين على المنصة قلنا ساعتها سبع اعضاء هما اللي بيصدروا الاحكام اما المحكمة الادارية العليا قلنا خمس مستشارين طيب تكون بها دائرة او اكثر لفحص التعون يعني لو هنتعن بقى على القرارات اللي صدرت من المحكمة الإدارية العليا وحبينها نتعن هنتعن قدام نفس المحكمة طب تكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاث مستشارين يعني اللي بيختص بالطعون على القرارات الصادرة من المحكمة الإدارية العليا دائرة موجودة داخل هذه المحكمة هذه الدائرة تشكل من ثلاث مستشارين على فكرة هو الحكم بيوزر من خمس مستشارين ولكن لما بنتعن على القرارات الإدارية الصادرة من المحكمة بنتعن قدام دائرة موجودة داخل المحكمة ولكن هذه دائرة مكونة من 3 مستشارين يبقى كده نقولها تاني المحكمة الإدارية العليا هي موجودة في القاهرة الرئيس بتاعها اللي هو رئيس مجلس الدولة تصدر أحكامها من دائرة مشكلة من 5 مستشارين تكون بها دائرة خاصة بالطعون أو لفحص الطعون وتشكل من 3 مستشارين دي المحكمة الإدارية العليا خلي بالك رئيسها من؟ رئيس مجلس الدولة تعالى بقى محكمة القضاء الإداري محكمة القضاء الإداري برضو المكر بتاعها القاهرة أقل شوية المحكمة دي يرقصها بقى مين؟ نائب رئيس مجلس الدولة يبقى المحكمة الإدارية العليا اللي احنا قلناها في الأول كانت الرئيس بتاعها رئيس مجلس الدولة أما محكمة القضاء الإداري يرقصها نائب الرئيس بتاع مجلس الدولة ركزوا في الحاجات دي عشان مهمة جدا وارد نجيبها في صحة وغلط مثلا في الامتحان بيبقى فيها لغبطة شوية فنازمة تركز كده فيها رقم تلاتة تصدر احكامها من دوائر تشكل كله منها من ثلاث ايه مستشارين يبقى اللي بيهزروا الاحكام ثلاث ايه مستشارين عكس المحكمة الادارية العليا كان فيها خمس ايه مستشارين اما محكمة القضاء الاداري فيها ثلاث مستشارين ويرقص ها او رئيس هذه المحكمة نائب رئيس مجلس الدولة طيب فيه بعد كده يحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الاداري بقرار من رئيس مجلس ايه الدولة خلي بالك كل الاعضاء اللي موجودين او الدوائر اللي موجودة داخل هذه المحكمة لاختصاصات يعني كل واحد بيختصب قضايا معينة تمام هنا مين اللي بيحدد الاختصاص اللي بيحدد الاختصاص رئيس مجلس ايه الدولة يبقى رئيس مجلس الدولة هو المسؤول عن تحديد الاختصاط لكل دائرة داخل هذه المحكمة يعني كل دائرة بتختصب ايه القضايا ايه نوع القضايا اللي بيختصبها بالزبط فيه بعد كده يجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإداري في المحافظات الأخرى احنا عرفنا ان المقر بتاع المحكمة القضاء الإداري موجود فين؟ في القاهرة ولكن يجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة ان احنا ننشي دوائر أخرى لازيل محكمة في محافظات تانية احنا عرفنا ان هو المقر الرئيسي بتاع موجود فين؟ في القاهرة ولكن ممكن بقرار من رئيس مجلس الدولة ان احنا ننشي دوائر لهذه المحاكم في محافظات ايه أخرى يبقى دا الجزء الخاص بمحكمة القضاء الإداري نخلش بعد كده على المحكمة التالتة اللي هو المحاكم الإدارية دي بقى محاكم أقل شوية لان هناخد محكمة إدارية وهناخد محكمة تأديبية فالمحاكم الإدارية هتلاقي قلينا شوية حكمان في عدد المستشارين الموجودين تشكيل بتاعها اولا مقر يزيل محاكم في القاهرة والأسكندرية يبقى كده هنبتدى بقى نتوسع احنا في المحاكم الاولى اللي قلناهم اول اتنين موجودين في القاهرة فقط لا غير اما المحاكم الإدارية مقر يزيل محاكم في القاهرة والأسكندرية يعني موجودة في محافظتين يجوز برضو بقرار من رئيس المجلس انشاء محاكم إدارية في المحافظات الاخرى زي النقطة اللي احنا قلناها في المحكمة محكمة القضاء الإداري اللي الأولى أو التانية قلنا إن برضو يجوز بقرار من رئيس مجلس دولة إنشاء المحاكم في محافظات أخرى نفس نظام في المحاكم الإدارية يجوز إن إحنا بقرار من رئيس المجلس إنشاء هذه المحاكم في محافظات أخرى غير القاهرة والأسكندرية طيب تصدر الأحكام من دوائر تشكل كل منها برئاسة بيئ مستشار مساعد خلي بقى في المحاكم الأخرى قلنا خمس مستشارين ثلاث مستشارين هنا بنقول إيه مستشار واحد بس مساعد وعضوية اثنين من النواب على الأقل وفي اتنين أعضاء من النواب اللي موجودين في بعد كده المحاكم التأديبية رابع محكمة عند المحكمة التأديبية هي المحاكم التأديبية دي أنا هقسمها النوعين في محاكم خاصة بالعاملين على مستوى الإدارة العليا زي مثلا محافظ زي وزير يعني اللي هو إيه اللي مسكين مناصب العليا وفيه محاكم تأديبية للعاملين من المستوى بقى اللي هو الدرجة الأولى والدرجة التانية والدرجة التالتة يعني فيه زي مثلا المستوى العليا ممكن نقوله زي وكيل وزارة زي وزير زي محافظ ليهم محاكم تسمى محاكم تأديبية ولكن خاصة بالمستوى الإدارة العليا يعني ليهم محاكم خاصة بيهم أما اللي هو على الدرجة بقى الأولى أو التانية أو التالتة دي ليهم محاكم إيه تأديبية أخرى يبقى كده المحاكم التأديبية بتنقسم لنوعين من المحاكم محاكم خاصة بموظفين من مستوى الإدارة العليا ومحاكم خاصة بموظفين ولكن من الدرجة اللي هو الأولى والثانية والثالثة طيب المحاكم التأديبية للعملين من مستوى الإدارة العليا يقوم مقر هاي المحاكم برضو في القاهرة والإسكندرية ولكنها تؤلف من دائرة أو أكثر تشكل كل منها من ثلاث مستشارين خلي بالك عشان الفرق ما بين المحكمة التأديبية للعملين من مستوى الإدارة العليا أتلاحظ إن فيها ثلاث مستشارين ولكن ل qualifying للعاملين من مستوى الإدارة اللي هو درجة الأولى والثانية والثالثة هتلاحظ ان احنا هنقلف عدد المستشارين هيبقى مستشار طيب نمرة التانية المحاكم تهديبية العاملين من المستويات الأول والثاني والثالث يكون مقر يزيل محاكم في القاهرة برضو والاسكندرية نفس المحكمة الاولى ولكنها تؤلف من دائرة تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الاقل وعدوية اثنين من النواب على الاقل بل المحكمة اللي هي خاصة بالمستويات العليا كان فيها تلات مستشارين اما المحكمة الخاصة بالمستويات الأول والثاني والثالث فيها مستشار مساعد ومعا اثنين من النواب المساعدين ولكن المحكمتين موجودين طبعا في القاهرة وفي الاسكندرية دي الاماكن اللي هم موجودين فيها طيب بعد كده هناخد اختصاط محاكم مجلس الدولة ايوة المحاكم اللي انا عمال اتكلم عنها محاكم القضاء الاداري ومحكم الادارية العليا والتأديبية المحاكم دي كل لها ايه الاختصاط بتاعتها بتختصب ايه بالضبط انا عندي اختصاط كثير جدا هنذكر بعض منها واحد الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية اي طعون خاصة بانتخابات الهيئات المحلية تختص بها محاكم مجلس الدولة اي خلافات في الانتخابات بنلجأ وقتها لمحاكم مجلس ايه الدولة اتنين المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافئات المستحقة الموظفين العموميين او للورصة بتاعهم هنا لو حصل منازعات خاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافئات المرتب بتاعي في مشكلة او المعاش بتاعي في مشكلة او المكافئة بتاعتي فيها مشكلة بلجأ وقتها الى محاكم مجلس ايه الدولة هي اللي بتجيب لي الحقوق بتاعتي او بتقول ليه فلوس ولا مليش فلوس يبقى لو حصل اي خلافات على المكافئة او على المعاش بتاعي حيث ساعتها بلجأ الى محاكم مجلس الدولة ايه ما يكون بقى محكمة ادارية عليا محكمة القضاء الاداري محكمة تقديمية محكمة ادارية ايه ما يكون فيه بعد كده الطلبات التي يقدمها ذو الشأن بالتعن في القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة او الترقية او بمنح العلوات طبعا لو حصل تعون على القرارات اللي بتصدر القرارات اللي هي النهائية الصادرة بقى خاصة بالتعيين في الوظيفة او الترقية او بمنح العلوات برجى برضو الى لو حصل يعني التعون على هذه الكرارات وكانت كرارات نائية بضطر ان انا الجى عشان اجيب حقوقي الى محكمة المحاكم مجلس الدولة اللي هو المحاكم اللي احنا ذكرنا التأديبية والادارية العليا والقضاء الاداري والتأديبية برجى الى هذه المحاكم عشان اجيب حقوقي يعني احنا ماسكنا عاملين مسابقة لتعيين انا المفروض اللي انجحت في الاختبار اللي هم عملوه وكان متوفر فيها الشروط ولكن واحد تاني اتعين مكاني فمن حق ان انا الجأ الى هذه المحاكم وطالب بحقه كذلك برضو لو الترقية المفروض دوري انا اللي يجي في الترقية فاترقى شخص غيري فمن حق ان انا الجأ هذه المحاكم عشان اجيب الحق بتاعي او برضو العلاوات اللي هو زي العلاوة الدورية مثلا او التشجيعية المفروض مثلا انا استحق السنادق العلاوة التشجيعية بس ما خدتهاش واخد واحد غيري فبضطر برضو ألجأ إلى محاكم مجلس الدولة عشان أجيب الحقوق بتاعتي طيب رقم أربعة الطلبات التي يقدمها الموظفين العموميين بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بحالتهم إلى المعاش أحلوني إلى المعاش وشايف أن أنا مش من حقهم يحلوني المعاش ما عملتش أي حاجة عشان يصدر قرار سواء مثلا بفصلي أو إحالتي إلى المعاش فبضطر في الحالة دي أن أنا ألجأ إلى محاكم القضاء الإداري أو محاكم مجلس الدولة عشان أطعن على القرارات اللي صدرت من جية الإدارة رقم خمسة الطعون في القرارات النهائية الصادرة من جهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم لو حصل خلاف بيني وبين مصلحة الضرائب أو الرسوم ساعتها بالجأ إلى برضو محاكم مجلس الدولة عشان أطعن على القرارات النهائية الصادرة اللي كانت خاصة به الضرائب المفروضة عليها أو الرسوم المفروضة عليها خلي بالك انت لو لاحظت القضايا اللي بتختص بها المحاكم المجلس الدولة اتلاحظ ان هي حاجات كلها او اغلبها اعمال ادارية كلها اعمال ادارية فبتختص بالقضاء الاداري دي كلها اعمال ادارية لان كمان شوية انا اكلمك على القضاء العادي لما تيجد اتكلم عن القضاء العادي بقى اللي هو الجرائم بتاعتنا اللي هو جناية او جنحة ومخالفة انا هنا ما ذكرتش لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة يعني في القضاء الإداري أنا بكلمك عن مخالفات إدارية أو أعمال إدارية حصل فيها خلاف فبنلجأ إلى محاكم مجلس الدولة إنما كمان شوية أكلمك عن الجرائم بقى العادية بتاعتنا اللي هو جناية أو جنحة ومخالفة بنلجأ وقتا إلى محاكم إيه عادية إنما اللي أنا بكلمك فيه لأعمال الإدارية بلجأ إلى محاكم مجلس الدولة اللي هي المحاكم الإدارية طيب نكمل برضو الطلبات التي يقدمها الموظفين العموين بالغاء الكرارات الإدارية قلناها رقم خمسة التعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات درائب والرسوم ودي قلناها سبعة بقى دعاوة الجنسية دعوة الجنسية لو احنا مثلا عايزين نسكت الجنسية عن شخص معين اتحد مثلا مع دو ضد البلد بتاعتي يعني اتحد مع اي دولة بتعادي دولتي وبدأ يضر الدولة بتاعتي فوارد ان الواحد يرفع دعوة عليه باسقاط الجنسية لما بديجي نرفع دعوة باسقاط الجنسية بنرفعها قدام محاكم مجلس الدولة رقم تمانية التعون في الجزاءات الموقعة للعملين بالقطاع العام في الحدود المقررة ايه قانونا طبعا لو هما اصدروا قرار ضدي باي عقاب ايما يكون العقاب اللي صدر ضدي انا من حق يعني خصموا مني في المرتب يعني اقللوا المرتب ما دونيش المكافأة ما دونيش مثلا الترقية بتاعتي بل جاء الى محاكم مجلس الدولة سائر طبعا المنازعات الإدارية يعني عايز يوصل لك في النهاية مثلا كده اي منازع إدارية بتختص بها محاكم مجلس الدولة اي خلافات إدارية او اي عمل من اعمال الإدارية بتختص بها محاكم مجلس الدولة طبعا احنا ذكرنا هنا بعض الاختصاط وفيه اختصاط كتير جدا للقضاء الإداري اللي هو المحاكم مجلس الدولة احنا ذكرنا منهم تسع اختصاصات الاختصاصات طبعا مهمة جدا ودice واخدت بالك ان محاكم مجلس الدولة بتختص بقضايا معينة هنخلش بعد كده بقى على القضاء العادي بتاعنا اللي هو المحاكم المدنية جيهت القضاء العادي انا عندي المحاكم المدنية بتنقسم الي كذا محكمة محكمة النقد محاكم السناف المحاكم الابتدائية المحاكم الجزئية القضاء المستعجل يبقى انا عندي خمس حاجات او خمس محاكم مدنية او جهة قضاء عادي هنتكلم عنهم دلوقتي هنمسك محكمة محكمة وهنتكلم عنها بالتفصيل هنبدأ مثلا باكبر محكمة في جهة القضاء العادي اللي هي محكمة النجد للي محكمة النجد ديت اكبر محكمة من محاكم القضاء الجهة القضاء العادي هنوطيلك في جهة القضاء العادي في محكمة نجد في استئناف في جنايات في ابتدائية في جزئية في قضاء مستعجل في جنح مستأنفة دي كلها محاكمة عادية اكبر محكمة في هذه المحاكم المحاكم العادية هي محكمة النجد محكمة النجد دي طبعا محكمة دورها كله بترائب صحة تطبيق محكمة الموضوع للقانون نفهم بس الموضوع كده بتاعة صحة تطبيق محكمة الموضوع للقانون ايه محكمة الموضوع؟ انا عندي في محاكم اولى اسمها محكمة اول درجة ممكن اقول عليها اول درجة او محكمة الموضوع زي مين محكمة اول درجة او محكمة الموضوع؟ زي محكمة ابتدئية او محكمة جزئية او محكمة الجنايات دي اللي بتبقى اول مرة تنظر في موضوع الجريمة اللي قدامنا نفترض جريمة قتل مين اللي ينظر في الدعوة؟ محكمة الجنايات هو الجريمة دي فيه اي محكمة نظرت فيها او بصت فيها بكده؟ لا يبقى اول محكمة هتنظر فيها محكمة ايه؟ الجنايات محكمة الجنايات هتحقق في الموضوع وتصدر حكم الحكم صدر اول مرة بيباسم حكم ابتدائي يبقى صدر من محاكم اول درجة حكم اسمه حكم ايه ابتدائي المتهم اللي صدر ضد الحكم شايف انه هو مظلوم مش هيسكت قلنا هيعمل ايه هيطعن على الحكم طبعا فيه ناس مش فهم يعني ايه كلمة طعن طعن على الحكم هديك مثال انت دخلت اللي ابتحانة المفروض تجيب 50 من 50 بفجأة لقيت الدرجة بتاعتك 20 من 50 هتسكت ولا بتروح تعمل تظلم او التماس بتروح تعمل تظلم او التماس نفس الموضوع انت كنت بتحاكم قدام محكمة الجناد صدر ضدك حكم ابتدائي مثلا بالاعدام شايف ان انت مظلوم ما عملتش حاجة عشان يصدر ضد حكم بالاعدام فمن حقك ان انت تطعن على الحكم طب انت هتطعن على الحكم على نفس المحكمة اللي غزرت الحكم ولا قدام محكمة اعلى يعني هتفضل عند اول درجة ولا هتطلع عند ثاني درجة هتلجأ للمحكمة ثاني درجة محكمة ثاني درجة دي ممكن اقول عليها ثاني درجة او اخر درجة او يعني ثاني درجة او اخر درجة او اعلى درجة يعني لها كذا مسمى ممكن نقول عليها اعلى درجة ثاني درجة اخر درجة زي مين بقى المحاكم بتاعت اخر درجة ديت او ثاني درجة اللي هي محكمة الاستناف او محكمة النجد بعد كده طبعا محكمة الاستناف او النجد هينزروا في الدعوة هينزروا حكم في النهاية اسمه حكم نهائي بات حكم نهائي بات يعني غير قابل للطعن يعني خلاص استنفس جميع طرق الطعن. يبقى انا كده مريت محاكم اول درجة. الحكم اللي بيزر منها حكم ابتدائي. شايف ان انا مظلوم. هطعن على الحكم. قدام محاكم ثاني درجة. اللي هي السينافة والنجد. محاكم السينافة والنجد هتصدر حكم. طبعا بيبقى حكم نهاية ايه بات. ما احنا طبعا ما مش هنتعن ونزر حكم ونفضل نطعن فيه ونزر حكم ونطعن فيه. يبقى كده مش هنخلص. يبقى كده مش هنحاكم المتهم او حد شهتحبس. طيب. يبقى كده احنا قلنا محاكم اول درجة ومحاكم ثاني ايه درجة. محكمة النجد دي تعتبر محاكم ثاني درجة. ولكنها بدو تنظر في الاحكام النهائية. يعني النظر بتاعه كله في النظر في الاحكام النهائية. محكمة النجد درها كله مراقبة صحة تطبيق محكمة الموضوع للقانون. بتتأكد ان محكمة الموضوع لما اصدرت القانون اصدرته صح او اصدرته غلط. لو لقيتها اصدرته صح اكيد هتصدر نفس الحكم. لو لقيتها ان هي طبقت القانون غلط هتلغى الحكم وتعيد القضايا من اول وجديد او هتقلل في الحكم. يبقى دي محكمة النجد. تعالى بقى نتكلم عنها بالتفصيل محكمة النجد. اهي. وظيفة محكمة النجد. النجد هي محكمة النجد. هي المحافظة على وحدة تفسير الكواعد القانونية. اللي تطبقها المحاكم. يوصد المحاكم اللي هي مثل محكمة الجناد او محكمة الاستناف الاستناف العالي وكذلك مراقبة تطبيق المحاكم للقانون بيتأكد ان كل محكمة بتطبق القانون صح ده دورها دور محكمة النجد خلي بقلك في الاصل محكمة النجد ما بتعملش مرافعة يعني محكمة النجد ومحكمة الاستناف الاصل بتاعهم الاصل بتاعهم ما بيعملوش اي مرافعة يعني مفيش خصم بيروح يقدم طلباته يعني يقوم يتكلموا قدام المحكمة ولا الشهود بيجي تكلموا قدام المحكمة ولا الخبير بيجي يقول رأيه ولا النيابة بتتكلم ولا الكلام ده كله ده دور المحكمة كله متوقف على مراكبة صحة القانون ولكن هناك طبعا استثناء في بعض الأحوال ممكن محكمة النجد ومحكمة الاستناف يعمله مرافعة طيب يبقى أصيفة محكمة النجد المحافظة على وحدة تفسير القواعد القانونية على تطبقها المحاكم وكذلك مراكبة تطبيق المحاكم للقانون اتنين محكمة النجد محكمة وحدة وضعها المشرع المصري على قمة التنظيم القضائي للمحاكم العادية ومقرها مدينة القاهرة يبقى محكمة النجد هي محكمة واحدة بس وموجودة في القاهرة المقر بتاعها موجود في القاهرة تؤلف محكمة النجد من رئيس وعدد كافي من نواب الرئيس والمستشارين طبعا زي ما قلت لك أي محكمة لازم يكون لها رئيس وعدد كافي من النواب أو المساعدين لرئيس المحكمة ولكن بعد كده المحكمة فيها دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر أخرى لنظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى الدوائر دي كل دائرة يعني الدوائر الخاصة بالمواد الجنائية بتشكل من أو بتصدر أحكامها من خمس مستشارين كذلك برضو الدوائر الخاصة بالمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برضو الدائرة بتشكل من خمس مستشارين يبقى تشكل الدوائر من خمس مستشارين ويرقس الدائرة رئيس المحكمة أو أحد نوابه الجمعية العامة لمحكمة النجد تقوم بتشكيل هيئتين بالمحكمة كلهم منها من أحد عشر مستشار برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحدى هما للمواد الجنية والثانية للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية في بعد كده الأحكام التي يجوز التعني فيها بالنجد هي الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف العالي بس على فكرة لازم أن تكون أحكام إيه؟ لازم الحكم اللي بتختص به محكمة النجد يكون حكم إيه؟ نهائي تمام؟ فعشان كده محاكم السئناف العالي الأحكام اللي بتصدر منها بيكون اسمها أحكام نهائية يجوز التعني فيها أمام محكمة النجد بعد كده الأحكام الصادرة من محاكم الجزئية والمحاكم المتدائية لا يجوز التعني فيها بالنجد هي بعض الحالات البسيطة خالص اللي ممكن إيه؟ يجوز التعني فيها بالنجد ولكن هو في الأصل لا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة الجزئية أو الابتدائية أمام محكمة النجد ولكن الأحكام الصادرة من محاكم الاستناف العالي يجوز فيها الطعن عليها يعني على زي الأحكام أمام محكمة النجد كده اللي أنا عرفته في محكمة النجد إن محكمة النجد فيها دائرتين دائرة بتختص بالمسائل الجنائية ودائرة بتختص بالمسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية كل دائرة من دول بتصدر أحكامها من خمس مستشارين المحكمة النجد فيها هيئتين هيئة خاصة برضو بالمسائل الجنية وهيئة خاصة بالمسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية كل هيئة من دول بتشكل من 11 مستشار طيب محاكم الاستيناف تاني محكمة في القضاء العادي اللي هو محاكم الاستيناف هي اصلا محكمة درجة ايه ثانية لو تفتكر ليه احنا واناو في الاول محاكم اول درجة ومحاكم ثاني درجة لما باجع اطعن على الحكم اللي ابتدائي بطعن قدام محاكم ايه ثاني درجة لما ذكرت لك ان هو المحاكم الاستيناف فمحكمة الاستيناف هي في القصة محاكم ايه ثاني درجة حيث تنظر الدعوة لثاني مرة بعد الفصل فيها من المحكمة الابتدائية يوجد في مصر حاليا ثمان محاكم استيناف عنده في مصر ثمان محاكم استيناف كل المحاكم الأماكن بتاعتهم ممكن اخدها كده ايه هو مش شرط حفاظها بالترتيب بس هل عشان ما تنساش لو خدتها كده من على الخريطة اسكندرية اسماعيلية طنطا منصورة القاهرة بني سويف اسيوت اينا يبقى موجودة المحاكم الاستينافية توجد في ثمان اماكن او ثمان محافظات بنبدأ مثلا باسكندرية بعد جاية اسماعيلية بعد كده طنطا منصورة القاهرة بعد كده بني سويف اسيوت اينا يبقى موجودة في ثمان محافظات خلي بالك احنا قلنا محكمة النجد موجودة فين؟ في القاهرة فقط لغيره محكمة الاستناف كده موجودة في 8 اماكن طيب تؤلف كل من محاكم الاستناف برضو من الرئيس وعدد كافي من النواب ورسائي الدوار والمستشارين طبعا مفروض بحفظة الجزئية دي المعروف ان كل محكمة لها رئيس ونواب ومساعدين يتم تقسيم المحكمة الى دوار تشكل كل دائرة من كام مستشار من 3 مستشارين يبا محكمة الاستناف بتصدر الاحكام بتاعتها من كام مستشار 3 مستشارين يعني كل دائرة موجودة داخل محكمة الاستناف كل دائرة من الدوار موجودة فيها كام مستشار 3 مستشارين محكمة النجد فيها 5 مستشارين محكمة الاستناف فيها 3 مستشارين بعد كده المحاكم الابتدائية تالت محكمة محكمة الابتدائية يكون مقر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم المحافظات يعني في كل محافظة هتلاقي محكمة اسمها محكمة ابتدائية. يبقى خلي بالك كده. محكمة النجد في القاهرة. محكمة النجد قلنا في القاهرة. محكمة الاستناف موجودة في تمام محافظات. المحكم الابتدائية موجودة في كل محافظة. طيب محافظة القاهرة بها محكمتين. محكمتين ابتدائتين. المحكمة في شمال ومحكمة في جنوب. وده اللي انا المحاكم الابتدائية هي محكمة اول درجة تستأثر بالاختصاص العام في الفصل في جميع الدعاوي المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحاكم الجزئية طبعا احنا كمان شوية نتكلم عن المحاكم الجزئية برضو بيقول لي ان محكمة الابتدائية محكمة محاكم اول درجة برضو لما احنا قسمناها محاكم اول درجة محاكم سنة درجة قلت لك محاكم اول درجة كانت المحكمة الابتدائية والجزئية ما ييبقى محكمة الابتدائية كده من محاكم أول إيه درجة بتختص برضو بالمسائل المدنية والتجارية اللي مش من اختصاص المحكمة الإيه الجزئية طيب بعد كده تتكون كل محكمة ابتدائية من عدد كافي برضو من الرئيساء والقضاء وينضب رئيساتها أحد مستشاري محكمة إيه الاستئناف يعني رئيس المحكمة الابتدائية بيكون مستشار من محكمة الاستئناف طيب تصدر الأحكام من كم عضوة هنا تصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء يعني أنا عندي ثلاث أعضاء بيبقى قاعدين على الماصة نعيد تاني محكمة النجد خمس مستشارين محكمة الاستئناف ثلاث مستشارين محكمة الابتدائية ثلاث قضاء نركز لأنه برضو لو جاد لك في الامتحان مستشار ولا راضي لا النجد والاستئناف مستشارين أما الابتدائية والجزئية قضاء يبقى تصدر أحكامها من ثلاث أعضاء من ضمنهم الرئيس تستأنف أحكام المحكمة الابتدائية أمام محكمة الاستئناف العالي يعني لما باجي أطعن على الحكم اللي صادر من محكمة الابتدائية بطعن قدام محكمة الاستئناف يعني إحنا حتى لما كنا تكلمنا على محكمة الاستئناف قلت لك بتختص بلتعون على أحكام الصادرة من محكمة الابتدائية يعني الحكم الصادر من محكمة الابتدائية لما بتحب تطعن عليه هتروح تطعن قدام محكمة الاستئناف بعد كده المحكمة الابتدائية تعتبر محكمة استقناف بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية أو من قادر أمور المستعجلة بص بقى محكمة الابتدائية هي مفروب تختص بالجرائم عادي ولو صادر منها حكم بطعنا قدام محكمة الاستقناف ولكن محكمة الابتدائية برضو لها اختصاص آخر ايه هو؟ الحكم الصادر في المواد المستعجلة من المحاكم المستعجلة أو الحكم الصادر من المحاكم الجزئية لما بحب قطعن عليه بطعن قدام محكمة الابتدائية المحكمة الابتدائية داخلها دائرة بتسمى دائرة الجنح المستقنافة يعني داخل المحكمة الابتدائية محكمة كده صغيرة أو دائرة جوة يعني بتسمى محكمة اسمها محكمة الجنح المستقنافة محكمة الجنح المستقنفة دي بتختص بنظر التعون على الأحكام أو بنظر السناف الأحكام الصادرة من محكمة الجزئية يبقى الحكم اللي يصدر من محكمة الجزئية لما بحب أطعن عليه بطعن قدام محكمة الابتدائية اللي هو داخل هذه المحكمة دائرة بتسمى الجنح المستقنفة طيب فيه بعد كده المحاكم الجزئية يبقى المحاكم الجزئية تعتبر أدنى طبقات المحاكم في النظام القضائي المصري أدنى المحاكم عندي المحكمة الجزئية أصغر محكمة عندي المحكمة الجزئية وبتختص أكيد بالجرائم الصغيرة يعني احنا قلنا عندي الجرائم في جنحة وفي مخالفة وفي جناية أكيد المحكمة الجزئية تختص بالمخالفات وبعض الجنح البسيطة صغيرة لأنها محكمة صغيرة طيب تشتقى هذه المحاكم من المحاكم الابتدائية فيتابعة لها من الناحية التنظيمية والإدارية لأن أصلا قضاء المحكمة الجزئية هتلاقيهم موودين أو متعينين داخل المحكمة الابتدائية يرقص رئيس المحكمة الابتدائية المحاكم الجزئية التابعة لمحكمته يبقى رئيس المحكمة الابتدائية يرقص رئيس المحكمة الابتدائية المحاكم الجزئية يعني رئيس المحكمة الابتدائية هو هو رئيس المحكمة الجزئية اللي بيكون تابعة ليه في المنطقة اللي هو موجود فيها في بعد كده القضاء الذين يمرسون العمل بالمحاكم الجزئية هم أصلا معينون بالمحكمة الابتدائية مش هنقولتلك هي بتتبعها إداريا تنظيميا وإداريا مش هنقولتلك القضاء اللي موجودين في المحاكم الابتدائية هتلاقيهم موجودين داخل المحكمة الابتدائية يعني القضاء أصلا اللي موجودين في المحكمة الجزئية هم أصلا كضاء معينين داخل المحكمة الابتدائية رقم أخير توجد في كل مركز وفي كل قسم من أقسام المحافظات تقريبا محكمة طبعا الجزئية قلت لك إنها موجودة في كل مركز من مراكز المحافظة لما أدينا المثال يعني عشان تبقى فاهمها يعني إيه كلمة مركز مراكز المحافظة يعني لو منفترض محافظة الجيزة مثلا فيها عشرين مركز يبقى المحكمة الجزئية موجودة داخل محافظة الجيزة عشرين محكمة لو قلنا مثلا لمحافظة تلاكارة فيها تلاتين مركز يبقى أنا عندي تلاتين محكمة جزئية لإن المحكمة الجزئية موجودة في كل مركز من مراكز المحافظات خليبا كده يبقى معنات أنها محاكم كتير يبقى أنا كده لما أكلمت عن نجد قلت لك محكمة واحدة على مستوى الجمهورية وبتصدر أحكامها من خمس مستشارين لما تكلمت عن محكمة الاستناس قلت لك هي 8 محاكم وبتزر الأحكام بتاعتها من 3 مستشارين لما تكلمت عن محكمة الابتدائية قلت لك هي موجودة في كل محافظة محكمة واحدة مع عدم حافظة القاهرة فيها محكمتين واحدة في شمال واحدة في جنوب وبتزر الأحكام بتاعتها من 3 قضاء أما المحكمة الجزئية فهي محكمة موجودة في كل مركز من مراكز المحافظة يعني كل محافظة فيها أكتر من محكمة جزئية المحكمة دي برضو هنعرف دوقت ان يبتصدر احكامها من ايه قاضي واحد فقط لا غير يبال المحكمة الجزئية اخر نقطة فيها تشكل من قاضي فرض يعني قاضي واحد فقط لا غير هو اللي بيبقى قاعد على المنصة بيصدر ايه الحق بعد كده هنتكلم عن القضاء المستعجل القضاء المستعجل اللي عندي يوجد في مكر كل محكمة ابتدائية محكمة مخصصة لنظر الدعاوي المستعجلة اي دعو مستعجلة عايزين في حكم سريع محتاجة تأخير التأخير هيدرنا ففي الحالة دي بنلجأ الى القضاء المستعجل القضاء المستعجل موجود في مكر المحكمة الايه الابتدائية يبقى قولوا كده يوجد في مكر كل محكمة ابتدائية محكمة مخصصة لنظر الدعاوي المستعجلة اتنين هذه المحكمة تعتبر طبقة من طبقات المحاكم الجزئية يعني زي نقدر نقول زي المحكمة الجزئية يعني او طبقة من طبقات المحاكم الجزئية ولكنها بتختص دون غيرها بالدعوة المستعجلة التي ترفع بصفة ايه اصلية هنا هي تعتبر طبقة من طبقات المحاكم الجزئية ولكنها بتختص دون غيرها من المحاكم باي دعوة مستعجلة اي دعوة ايما يكون الدعوة ايه هي بالزبط كده كده بتختص بيها القضاء المستعجل لان ببا فساعتها عايز حكم ايه مستعجل ببا فرافع اصلا الدعوة بصفة اصلية امام المحاكم المستعجلة عشان اخد حكم ايه سريع رقم التالت بتاعتها تستأنف أحكام المحاكم المستعجلة أمام المحاكم الابتدائية المشكلة من ثلاث كضاء وبصفة مستعجلة طيب أنا قلت لك من شوية الحكم اللي هيصدر من المحكمة الجزئية أو من القضاء المستعجل لما بيجي أطعن عليه بيطعن قدام المحكمة الابتدائية أنا قلت لك مثلا في المحكمة المحكمة طبعا الابتدائية اللي هي مشكلة من ثلاث مستشارين لما قلت لك من شوية ان الحكم اللي يصدر من محكمة الجزئية لما بحب بطعن عليه بطعن قدام محكمة اسمها الجنح المستقنفة محكمة الجنح المستقنفة دي هي احدى دوار المحكمة الابتدائية يعني هي موجودة ايدي المحكمة الابتدائية داخل المحكمة الابتدائية في دوائر كتير منها دايرة بتسمى جنح مستقنفة بتختصب الطعون على الاحكام الصادرة في محكمة الجزئية كذلك المحكمة الابتدائية فيها دوائر بتختصب الطعون على الأحكام الصادرة من المحاكم المستعجلة اللي بتصدر أحكام مستعجلة وطبعا المحاكم اللي هي خاصة بالطعون اللي هي الابتدائية هنا بقى بتصدر أحكامها من 3 مستشارين خلاص؟ أسف 3 قضاء للمحكمة الابتدائية أضاء محكمة النجد لخمس مستشارين استئناف 3 مستشارين محكمة ابتدائية أضاء تلات قضاء محكمة جزئية أضي واحد فرد طيب شروط اختصاص القضاء المستعجل ايه شروط اختصاص القضاء المستعجل؟ عشان المحكمة المستعجلة أو القضاء المستعجل يختص بهذه القضية لازم هناك شروط معينة زي أن يكون الطلب وقتي وهنعرف كمان شو يعني كلمة طلب وقتي اتنين الاستعجال أو خطر التأخير برضا اعرفك يعني كلمة استعجال أو خطر التأخير تلاتة رجحان وجود الحق برضه عرفك يعني ايه كلمة رجحان وجود الحق يبقى عندي شروط اختصاص القضاء المستعجل عندي ثلاث شروط لازم يكون الطلب وقتي لازم يكون هناك استعجال او خطر التأخير ولازم عندي اللي انا بقولك رجحان وجود الحق الثلاث شروط دول لازم ان يكونوا موجودين طيب فيه بعد كده اشكال الاجراء الوقتي ايه الاشكال الاجراء الوقتي زي ايه نعم تلك لازم ان يكون هناك ايه الطلب وقتي زي ايه الطلب الوقتي عندي حاجتين في إجراء تحفظي وفي إجراء معجل إجراء تحفظي زي مثلا ما أنا بالجأ للمحكمة بسرعة يا محكمة عيني حارس على الحاجة عشان ما ببص يعني مثلا في تنازع بيني وبينك على العربية فاني رفعت دعوة بقولي المحكمة من العربية اللي معك دي بتاعتي لو أنا سبت العربية معك موارد لو هي فعلا بتاعتي إنت باية تحاول تدرني فبوز العربية تحرق العربية تبيع العربية تكصر العربية مهمة عشان لما المحكمة تحكم انها عربيتي مستفيدش منها فانا في الحالة دي بعمل ايه بلجأ الى القضاء المستعجل وطب حكم وقتي او اجراء تحفوزي بطلب اجراء تحفوزي زي بقول للمحكمة بعد اذنك عيني حارس على العربية او يا محكمة تحفوزي على العربية وخليها معاكي لغاية ما تحكمي اذا كانت عربيتي ولا عربيتي عشان ما يصبنيش اي ايه ضرر اتنين منها اللي هو اجراء معجل زي مثلا فيه اجراءات معجل انا عايز بسرعة انا فيه شاهد اللي هو الشاهد في القضية دي مثلا على وشك الموت في مراحل الموت فانا بلجأ للمحكمة والله بعد اذنك الشاهد ده هو اللي يثبت الدليل البراءة واليدانة بتاعت شخص فاسمعيله بسرعة قبل ما يموت فانا عايز اجراء ايه معجل سريع فدي كلها اسمها اجراءات ايه الاجراء الوقتي يبقى اشكال الاجراء الوقتي عندي شكلين اجراء تحفظي واجراء معجل الاجراء التحفظي لضمان المحافظة على وسائل الحصول على الحق مستقبلا مثل الحراسة على مال متنازع عليه اتنين اجراء معجل ما هو لضمان حماية فورية للمصلحة مثل وقف الاعمال الجديدة التي تتهدد حائز العقار او سماع شهادة يعني شهادة في مرحلة ايه الموت في بعد كده الاستعجال او خطر التأخير ايه هو الاستعجال او خطر التأخير هو ان يكون هناك خطر حال يهدد الحق بالضياع او الانتقاص منه ايه لم يتخذ تدبير وقتي لضرق هذا الايه الخطر انا بتلك الاستعجال او خطر التأخير من ضمن الشروط بتاعت الاجراء الوقتي ان انا مستعجل يعني اي تأخير هندر يعني مثلا هناخدها في حاجة في سنة تالتة اشكالات التنفيذ انا برفع اشكال بيسمى اشكال التنفيذ بقول للمحكمة كانت فيه قضية منازعة اصلية مرفوعة بقول لان الحاجة العربية مثلا مع الشخص دي بتاعتي المحكمة كانت عشان تقول يعني العربية بتاعتي ولا بتاعتي الغير فتحفزت على العربية لغاية ما تشوف عربيتي ولا عربيته اول ما المحكمة تحفزت على العربية انا انضريت ليه انا شغلي كله ايم على العربية معنا المحكمة تتحفز على العربية وتخليها عندها شغلي كله هيوقف فبقدم لها حاجة اسمها اشكال تنفيذ اللي هي منازعة التنفيذ الوقتية بقول للمحكمة بعد اذنك مش بقول لها بقى حكومة العربية بتاعتي لا بقول لها بعد اذنك انا كده كانت رفع دعوة اصلية بقول لها العربية بتاعتي فدي دعوة اصلية على جن بعد كده بقول لها ايه يا محكمة بعد اذنك تنز يعني خلي العربية معايا ده بقى ادلي مشكال خلي العربية معايا بشكل مؤقت لغاية ما تحكمي اذا كانت عربيتي ولا عربيتي الغير بس خليها معايا عشان انا شغلي كله وقف فهنا بكون مستعجل على الحكم أو مستعجل على القرار إن هي ترفع التحفظ وتسلمني العربية لغاية ما تحكم إذا كانت عربيتي ولا مش عربيتي فهنا بنقول عليه الاستعجال أو خطر التأخير يعني لو أنا تأخرت أو المحكمة ما مصدرتش الحكم أنا ساعتها هندر طيب اللي بعدها ركحان وجود الحق ركحان وجود الحق هو أن يتبين للقاضي من ظاهر الأوراق احتمال وجود الحق حتى يمكن همايته بحكم القضاء المستعجل خلي بالك ركحان وجود الحق يعني برضو القاضي عمره ما هوافع على الطلب بتاعي بيرفع التحفظ على هذه الأموال أو هذه العربية ويسلمها لي إلا إذا كان ظاهر الأوراق اللي قدامه يثبت إن الحق بتاعي يعني القاضي بناء على الوراق اللي موجود قدامه الأرجح شايف إن أنا الحق ده بتاعي أنا ولا اللي هاخد الحق دوت أو العربية هتوبى في النهاية بتاعت فالقاضي لو كان متأكد بناء على ظاهر الأوراق إن القاضية أو العربية هتوبى بتاعتي ممكن يوافع على هذه الدعوة وطبعا كده تكون نهاية الحلقة بتاعتنا وإلى لقاء آخر في الحلقات القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته